لقد أخذتني مختلفة مختلفة من هذه الأشياء أعلم أنني أحصل على ثلاثة أشياء مثل هذا ليس الأشياء مختلفة أحاولت كلهم ثم أعود إلى هذا الطريق طريق 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم حسنا مبارك على سيدنا محمد وعلى أهل وصحب الاجمهن إن شاء الله ستكون لسهرنا لأن رمضان إن شاء الله ستكون لإمكانك من سيدنا وان شاء الله ستكون لفرق الصلاة الجمعة ولكنني ستوقفت كل ملك سيدنا طيب. طيب. إتكتة لتأتي المسجد. تعلمي يا ريدي، يذهب إلى المسجد، هذا يعني أن يذهب إلى عبادة. يذهب إلى عبادة، لتجد مع الله سبحانه وتعالى. وهذا هو واحد من الأشياء المسلمة الأشياء المسلمة في الحياة المسلمة، هو أن يتعلم عن الصلاة. وهناك أتكتة من الأشياء المسلمة التي نتعلم عن الصلاة والسلام. ويجب أن نقوم بعمل في حياة نفسنا. تعلمون أن الكثير من الأشياء يعتقد أن يحاولون أن يتعلم أن يتعلم عن الأشياء. يقولون أن هذا ليس مهم. هذا ليس صنة. هذا ليس صنة. لكن المسلم يجب أن يأخذ كل شيء في حياة نفسه. يجب أن يتعلم عنه. يقولون أنه يجب أن يجب أن يجب أن يتعلم عن الصلاة والسلام. الصلاة والسلام، سأخذ الطعام، يقولون أن يجب أن يجب أن يجب أن يتعلم عن الصلاة والسلام. هذا هو لأن الصلاة والسلام كثير من قد يجب أن يتعلم عن الصلاة والسلام حيث أن المسلمين يمكن أن يتحدث في تلك المسلمين حيث أن يتحدث في الوصول في الوصول في الوصول حيث عندما نتحدث عن المنظمة بعض الناس لا يتعلم أنهم بالنسبة لفعل المنظمة المنظمة مثل الناس يتعلم عن الصلاة لكنهم لا يتعلم عن ما يأتي عندما يتحدث عن الصلاة لا يتعلم أن هذا يتعلم على الصلاة مثل الناس يمكنك أن ترى في المسجد يتعلم على الصلاة عندما يتعلم أن الإمام يبدأ في المسجد بعد أن يقول أمين ويجد أن يبدأ في المسجد ويجد أن يبدأ في صورة قليلة ما يفعلون؟ يتحرك 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 في الصلاة لكن حيث لا يتحرك 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 مهما 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 لماذا تكون هذه الناس لديهم الخشور؟ الصلاة السلام 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 هذا لماذا صلع أن أحد أعرقان الصلع هو خشور أن طمعنين أطمعنية نعم قام بسط صلع عندما أ��분 تحرك فهل يريد أن يجب أن تقوم بها الصلاة والتوار صحيح ايضا كيف يجب أن يكون طمانينة وانه يتساعد لذلك لذلك كنت قلت هناك أكثر ما قد كانت صلاة لكنه مهم جدًا أن يتواجد صلاة لذا إذا قلت أكثر من المسجد أن يتبعون من أجل المسلمين في أجل المساعدة يجب أن يتبع بسرعة بسرعة هذا يعني بسرعة لا يتبع حسنا لكنه يتبع بسرعة 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 صلاة حتى يتبع بسرعة لا يتبع بسرعة كما تعلم أنه يتبع بسرعة لذا لا يتبع بسرعة طيب ثم يتبع بسرعة ومعظم نعم نعم ومعظم من المساعدة يجب أن يكون في صلوبة ومعظم ومعظم فرصة يتبع بسرعة أولا من خلال من خلال ما من خلال الله عز وجل ومن خلال مستقع من خلال من خلال ومعظم كما تستطيع لا تبدو من خلال ما هذا يعني أذن يعني أن المسلم عندما يتبع في الصلاة فقط يقوم بقية قطعة وليس لن يظهر الان أو الان لا يقلق هذا يجب أن نتعرف على المسارة صحيح أو لا؟ ربما يأتي من أجل من أجل من أجل من أجل لكن الأمر هنا ليس فقط يستخدم الوقت بسرعة لكن يظهر الوحيد يقوم بسرعة كل المسارات هنا كل هذه المنطقة يجب أن تكون هناك أجل أن تذهب إلى المسجد لتأتي ماذا؟ الصلاة اذهب بسرعة طيب أحاول أن تتعرفك لتعرفك قبل أن تذهب المسجد فقط تذهب الآن وأن تتكلم عن ما ستفعله ستذهب إلى ماذا؟ الصلاة ماذا يعني صلاة؟ تتكلم عن ماذا؟ مع الله سبحانه وتعالى لذلك عندما تتذكر هذه المنطقة في أجلتك عندما تذهب عندما تذهب المسجد أنك تتكلم عن ماذا؟ أشعر أنك تتكلم أنك تتكلم عن ماذا؟ 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 إنكم تairesありがとう وأنك تتكلم عن حقايم وأنك تكون من صلاة أو صلاة كما قلت هنا عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا حالك طيب الحمد لله على السلام خارعان إذا كان الإقامة يتكلم هذا يعني أسمع أخرى عندما تسمع الإقامة نعم أحدث لنقوم بإنفع المعالي مع سلامة ومعالجة لا تقلق ونقل رقعة ونقوم بما أنك ونقوم بإنفع المعالي الذي لقد تفضل ونقوم هنا يجب أن نفع هذا الحديث إنه مهم جدا بإمكانك هذا الحديث أولا قبل أن نعلم من هذا الحديث تتحرك بالقلنة لا تتحرك حتى لو تسمع الإمام تتحرك قصيراً سوف تتحرك القلنة يا عبد العزيز تتحرك القلنة نعم لذا تتحرك بالقلنة طيب ونجد تحرك هذا يعني لا تتحرك لا تتحرك أو تتحرك هناك بعض التحركات يقولون أنه مهلاً لتتحرك قليلاً 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 ليس لتتحرك أو تتحرك لكن مع قطة قليلاً قليلاً لو أنك تحرك قليلاً ستحرك على النقل أيها المعرض تتحرك أجل أنك تتحرك قليلاً تتحرك كامل كان تتحرك لو كان في مكان المضوعة أيضاً تتحرك معم لو كان تتحرك قليلاً حسناً لا تتحرك هذا لا يكون يتبقى. ولكن في الوقت ما؟ يجب عليك أن تتتعلم. ولكن يجب عليك أن تتبقى هذه ركعة كأكام واحدة ركعة التي يجب عليك أن تتعلمها كأكام واحدة من صلاة. طيب. ويقوم بالكامل المقصد التي تتتتعلم. أي أي ركعة أو أجمع التي تتتتعلم. ثم يجب عليك أن تتتعلم. نعم. يمكنك تتتعلم. موريبر. الإمام المسلم رحمه الله. قلت. عندما يتبقى أنه يتبقى أنه يتبقى في الصلاة. لا يزال الرجل في صلاة من تظرف الصلاة. هذا مهم جدًا. لا يزال الرجل في صلاة من تظرف الصلاة. ما هي تتعلم على هذا الحديث يا أخي. الآن بعض الناس عندما يأتي إلى المسجد. أولاً من ذلك. الكثير منهم يأتي. يتبقى. 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 أمثل، أمثل، أو أردخل بعض المغرب من هنا. وأنا فقط استفقى. يتبقى. 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 يظهروا على هذا ويظهروا أن الوقت يتبع في البداية للصلاة وإن الإمام لم يأتي يظهروا لماذا لم تبدأ الصلاة؟ الوقت يتبع يتبع عندما يجب المسلمين أن يفهم أن عندما تذهب إلى المسجد وأنك تنتظر على الصلاة كما تتبع في الصلاة لا يزال الرجل في صلاة من تضغى الصلاة كما يقول الحديث هنا عندما يتبعون إلى المسجد فهو يتبع في المسجد هذا يعني أنك لا تتبع أنك تتبع أنك تتبع هذا لذلك أكثر الوقت أنك تتبع في الصلاة هذا يتبع فيك لا تستطيع أن تتبع في الصلاة لا تستطيع أن تتبع في الصلاة الله عز وجل أو تتبع دعاء بين أدان و نقامة هذا هو الأفضل لتتبع دعاء كما تتبع في الصلاة كما تتبع في الصلاة هذا هو أحد الأفضل المسجد الذي يفعله كثير من الناس أرى هذا أبداً حينما لا يتبع أو تتبع لأن أحد يتبع من من المكان حتى الإمام يتبع في الصلاة إلى المسجد صحيح؟ هناك حديث لا يتبع من المقبلة لا ينصرف أحدكم حتى ينصرف الإمام لا يتبع منكم يجب أن تتبع في الصلاة حتى الإمام تتبع من المكان هذا يعني أنه لا يتبع هذا يعني أنه يتبع في الصلاة إلى الأشخاص لا يجب أن يتبع كما الناس الوقت أن الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله ماذا هو المساعدة في هذا المساعدة؟ المساعدة هو أولاً، تذكر الله عزيزي أولاً، ربما الإمام فعلت المساعدة في الصلاة وعندما يرغب على وجهه ونظر إلى الناس المساعدة يسألونه، يسألونه يا شيخ، هل أنت متأكد أن تتعلم على الرقعة؟ نعتقد أنه يسألونه فقط ثلاثة ثم يتذكر ماذا يفعله؟ يسألونه ونأخذ المساعدة كيف تتعلم على الرقعة؟ سبحان الله، هذا المساعدة في الحديث أولاً، صلى الله عليه الصلاة والسلام يسألون العصر أو الظهر، فقط في رقعة، ثم يتعلم على الصحاب، الصحاب لأنهم أحبوه، وعندما يحبوه، وعندما يحبوه، لذلك، لذلك، منهم يريد أن تتعلم على الرقعة هل تتذكر؟ هل تتذكر شيئاً؟ لكن هناك شخص يسمى صلى الله عليه الصلاة، فقط لبعض اليدين، هناك شخص يسمى له هؤلاء، فقد تسألونه، فقراء الله، كان الصلاة مكتباً؟ أو أنت ستسلم؟ أو أنه صلاة مكتباً؟ ركعه كان متأكد بأنه كان وحي أغفره سأكون معه أغفره أو فعالك الأخرى ماذا؟ لذلك النبي ربط عز وصلت عليه لذلك نقول لن أتوقف وكان لن لا يتوقف وكان لن توقف ثم يتبه إلى الناس وأسهل هذا ما يقول ذريا دين يقول هذا الرجل صحيح؟ نعم؟ نعم، قالوا نعم يا رميطة الله، فقط تورك لذلك كان يقضي وقفت كبير وقفت الى صلاة وكان السراع قد خرجوا من المسجد. السراع سريع. السراع قد خرجوا من المسجد من المسجد من المسجد. قد خرجوا من المسجد من المسجد. لن يجب أن يكون محقاً. لذلك لن يتحسر تكبير الإحرام. هذا هو واحد من المسجد من الشيطان. لن يجب أن يتحسر من المسجد من المسجد من المسجد. الله عز وجل قال في القرآن لا تتبعوا خطوات الشيطان. ماذا يعني هذا؟ لأن الشيطان المسجد من المسجد من المسجد. لا يأتي إلى الناس الذين يتحسر إلى الصلاة قبل الوقت وقاله لن يتحسر. لا. قال للماذا تتحسر؟ لقد يوجد الوقت لصلاة. وكذلك ربما تتحسر. بعض الأحيان أنك تتبع. قبل أن تتحسر الإعلام، شيئا سيحدث. أو أن هناك مسجد من المسجد من المسجد. وكذلك مسجد من المسجد من المسجد. قبل أن تتحسر، لا تتحسر. ولكن الآن تتحسر على الصلاة. الآن الشيطان استطاعه عمله. نعم، عمله. هل تتحسر هذا؟ بعض الناس الذين يتحسروا في عمله لا تتحسر. عندما تتحسر على الصلاة، ما شاء الله، كل المسجد، كل العمل يأتي. تتحسر على الصلاة. لذلك لا تتحسر على الصلاة. أمين أن يتحسر على الصلاة؟ هل تتحسر ما يتحسر على الصلاة؟ ما كان يتحسر على الصلاة؟ لقد قال، أنه يتحسر عليها، في حلواته. حلواته بطريقة صلاة. حلواته. فإذا نودي الصلاة، عندما يجب الوقت للصلاة أو يجب الوقت للصلاة يجب علينا كما لا يعرفنا لا يعرف أي شخص خلاص هذه الوحيدة مع العالم لأن هذا هو الوقت الذي يجب عليك أن تتكلم إلى أن يجب الوقت للصلاة لتتكلم إلى حق المصد عندما يجب على المسجد يجب أن يجب أن يجب على أحد الأسر يجب أن يجب على أحد الأسر إلى أحد الأسر لأجلب أكثر من أجل لماذا؟ لأن كل أسر يجب عليك أكثر من أجل إذا يجب عليك أن تتكلم إلى حق المصد في كل أسر أحب أن تتكلم إلى أسر أو أسر أكثر من أجل أكثر من أجل وقسمع هذا الحديد الذي يتكلم في صلاة إذا كان يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن تتكلم وقوم بها وقوم بها وقوم بها لعلى المسجد مع أجل الأسر لأن تتكلم صلاة ثم يجب كل أسر يجب أن يجب أن يجب أن يجب الله يجب أن يجبه فقوم بها وقوم بها هذا يعني أن يجب أن يجبه أحد الأسر كل أسر هذا منذ لذلك عندما يجب يجب أن يجباً بسوطاً ويجب أن يجب أن يجب أكثر من أجل طيب عندما يصل إلى المسجد، يجب أن يصل إلى المسجد بسيطه بسيطه عندما تصل إلى المسجد، تصل إلى المسجد بسيطه ويجب أن تتخذها كفرات العامية كل شيء الذي تفعله جيد، ثم تفعله بسيطه بسيطه تقوم بسيطه، تقول سلام، تقوم بسيطه من الناس تقوم بسيطه، تقوم بسيطه، كل هذا مع المسجد المسجد يجب أن يكون لأسفل من الناس عندما يتخذ من الناس، بعد أن يتخذ من الناس كما تفعله بالسيطه، عندما تصل إلى المسجد، ما هو أفضل؟ المسجد أو المسجد؟ لذا، تصل إلى المسجد، وعندما تخرج، تخرج إلى المسجد ترى؟ كما تستخذ في المسجد، وفي البلدرين، وفي البلدرين، تخرج إلى البلدرين، وأحضر الطب والعمل، الزين، ترى المسجد،اتكتكت، بسيطة جدا جدا لجعل المسجد يجعله بالفعل، كل شيء في الع vida هو جيد قلت أنه يقول في نهاية الله بسم الله سأحاول مع الله أكبر في مجموعة ومجموعة 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 من الشيطان نحن أحاول أنك تحاول أن تقرأ هذه الدعاء في عربية وحاول أن تقرأها في عربية الدعاء عندما تقرأها في عربية هي الدعاء حقيقية هذا هو فقط لإكسل المهم هذا هو المهم طيب بسم الله العظيم وجه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طيب اللهم صل على محمد وافتح لي أبواب رحمتك أو الله أكسنت بلسنك عندما تريد أن يأتي من المسجد يجب أن يفرع بمسجد والكطور بمسجد قال أكثر من أقول ولكن أغير أن يقول لك ونعطي المنزل منك تباك تباك لأني يجب أن يقول لك ونعطي المنزل منك تباك تباك لأني تباك تباك لأن الفضل أبواق الفضلك الفضل يعني فضل الله يعني أي شيء جيد كل شيء يأتي من الله لذلك كما قال الله فإذا قررت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله يعني أرى أن تبحث عن رزق لذلك عندما تذهب إلى المسجد تسألون مرسي وإذن تخرج من المسجد الآن تخرج من الصلاة العبادة وإذن تبحث عن الحياة العالمية لذلك كنت تتكلم عن ماذا؟ عن رزق عن رزق من الله سبحانه وتعالى نعم هذا هذا لأن المسجد ويجب أن ينجح من فضل الله أن ينجح رقعه قبل يقول حسنًا النبي صلى الله عليه وسلم نحن نعلم ذلك مثلاً قبل مغرب تأتي المسجد وكان هناك 15 أو 20 منتظر إلى أدان المغرب تأتي المسجد. نحن نعلم أن هذا الموقع يجب أن نفعل أي نوافل لكن هنا نحن 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 تحية المسجد. إذا كنت تأتي المسجد في أي موقع حتى تحية المسجد تجد أن تفعل أقل أن تتبع تحية المسجد. هل هذا محاول؟ أقل؟ طيب إذا كنت تتبع إنه ليس في المسجد فهل ليس في المسجد تستطيع أن تعرف إنه ماشاء الله تحية المسجد تحية المسجد محاولة مثل كما في محاولة هناك محاولة 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 يمتع المحاولة كم المسجد هذا يعني أنه عندما تذهب هنا في الوقت للصلاة، تفعل نافلة؟ لا، 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 لن تفعل هذا المسجد، يقومون بمسجد المسجد، ثم ستكون مصلاة، مصلاة، مصلاة أي مسجد، لن تفعل مسجد مصلاة، ولكن مثل مثل في المدينة، في المدينة، في المدينة، يقومون بمصلاة دور وعصر، إذا كنت تذهب هنا، لا يجب أن تقوم بمصلاة توركة، خاصة إذا كانت موقع 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 موقع، المدينة كثيرًا عندما تذهب إلى صلاة العيد، صلاة العيد، تعلم الصلاة العيد؟ حموة عيد، بعض الوقت أن يفعلها في المسجد، وعض الوقت أن يفعلها في المدينة، الآن إذا كانوا تضعوا صلاة العيد في المسجد وكذلك تأتي في المسجد ثم ما يجب أن تفعل؟ تتبعوا على أفتحية المسجد لا، ولكن إذا كان ليس المسجد فقط تأتي وكذلك لماذا؟ لأنه موقف للنهي لماذا تتبعوا صلاة العيد بعد الضحى بعد الضحى، بعد الضحى بعد الضحى، بعد 15 منطقة؟ لماذا؟ لأننا نعلم بأن من بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، الإشراق لا يمكن أن تتبعوا في هذا الوقت صحيح؟ طيب؟ لذا إذا كانت تتبعوا في المسجد في هذا الوقت لقد تتبعوا هذا بسبب ماذا؟ أهلاً، ماذا؟ تحية المسجد لكن إذا كان هذا الوقت العيد، ويقضل المصلى ويقضل أن تأتي وكذلك ثم أدخلوا وكذلك لا يوجد لعب أن تتبعوا لا يوجد صلاة الفجر هل هذا أكلم؟ طيب؟ ثم، يتبعوا من تتبعوا في إقامة عندما ينتظر في الإقامة يجب أن يتحرك الوقت بين الوقتين وعلى إقامة وعلى الله عز وجل ويقوم بإذن القرآن هل هو أفضل هنا أن تتحرك القرآن أو تقوم بإذن دعا هل هو؟ ما هو أفضل؟ دعا إذا أتيت إلى المسجد وأن تنتظر في الإقامة هل هو أفضل لتنظر دعا أو تنظر القرآن؟ ها؟ لا، لتنظر دعا لماذا؟ لأنك تنظر القرآن في أي وقت نعم لكن الدعا بين الألان وإقامة هذا هو الوقت الذي ستتحرك الدعاء بين الألان وإقامة لا يرد لا يرد أن تنتظر لذلك يأخذ هذه المسجد نعم بإذن تتحرك دعا لكن إذا كان هناك حالة مبارئة 20 منتظر أو أيضا بحق إن تتحرك دعا لأفضل 5-10 منتظر وإذا كانت تتحرك أكثر لتتحرك وإذا كانت تتحرك هذا جيد لا يوجد مشكلة بالتحرك طيب؟ طيب ثم يجب أن يتتحرك إلى الألان وإنتظر طيب كما قال هنا يجب أن يتحرك مدرسة مكان بحق كما أن تحرك بحق وعناء بعض الأشخاص يتتحرك لا يتعرف ما يتحرك لأنهم لا يتحرك سبحان الله الوقت لصلاة يشعر أنه في مدينة أو في مدينة يريد أن يتساعد هذا ما الشيطان في القرآن الناس لذلك لذلك كثيراً يجب أن يتظهر إلى أن هذا أهل يتوقف لذلك يقول يا شيخ يقام خلاص الوقت خلاص لذلك يتظهر إلى الصلاة كما قلنا في الماضي في الحديث تظهر إلى الصلاة تصبح صلاة يجب أن يتوقف يتوقف يجب أن يتوقف طيب البرفة صلى الله عليه السلام قال عندما يتوقف الناس في المسجد يجب أن يتوقف الناس لأن يتوقف الناس من الشيطان بعض الناس هذا لا يدعم فقط في الوقت صلاة وعندما يتوقف صلاة ما ليس صحيح لذلك في المسجد لذلك يجب أن يتوقف يجب أن يتوقف كما يتوقف يتوقف بعد أن يتوقف الصلاة يتوقف بعض الناس عندما يتوقف في المسجد يتوقف لا يقول أن يتوقف يتوقف عندما يتوقف كما يتوقف عندما يتوقف يجب أن يتوقف عالم أو شيخ أو أستاذ وعندما يتوقف 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 وعندما يتوقف وعندما يتوقف بعض الناس يتوقف عن شيء لا يتوقف مع العبادة خاصة 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 يتوقف عن العبادة لا يتوقف أن يتوقف عن العبادة أو يتوقف في المسجد أو المسجد لا يتوقف أو يتوقف في المسجد يجب أن يتوقف أشكت من يتوقف وعندما يتوقف يتوقف قامت الصلاة. إذا أسمع هذا الأمر لا يجب أن يستمر بها. يجب أن يستمر بها. لا يتوقع حتى يستمر بها. يجب أن يستمر بها. لكن عندما يقول قامت الصلاة، الصلاة هي ما؟ يجب أن يستمر بها. هذا يعني أن يجب أن يتوقع على هذا العالم؟ لا، لا يمكنك أن يستمر بها. لكن إذا كان هذا يتوقع، يجب أن يجب أن يتوقع بها. بعض الناس، لأنه يتوقع القرآن، ويجب أن يتوقع أن يتوقع المسحف. لا بد بها، المسحف. وعلى بعض الأمر، حتى الإمام قال، استووا وعتدلوا، الناس يستمر بها، وكان هذا يجب أن ينفق على هذا المسحف. طيب؟ والإمام قال الله أكبر والآن سوف تقلق المصحف وتضعه هنا ثم تقلق هذا غير هذا ليس صحيح الموقع عندما يقول المؤذن قد قامت الصلاة يجب أن تترك ما لديه هذا الزيار ربما هي الزيارة قد بدأت هناك بعض الزيارة مثل آية المدينة المدينة حتى الزيارة لا يمكنك ان تترك المدينة لن نعرف المدينة ثم تقلق المدينة من المدينة من المدينة صحيح صحيح المدينة ترى صنا 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 هذا سبب نحن نحن نتفع حسن أنت تصبر علينا نقائق بس ننتهي بهذه الطبقة إنه فقط طيب على المبدأ من إطلاق النقامة إذا أحد يرى الإمام طيب إذا لم يفضل لا يمكن أن تتكلم على الرجل لكي يرى الإمام هذا يعني عندما ترى الإمام حتى أن يقاما لا يبدو من المرة أنترى الإمام لذلك يمكن أن تتكلم على رئيس حتى أن تكون جاهزة أو حتى فقد لم يرى الإمام لكن تتكلم على الرجل ثم يجب أن تكون مستعدة للصلاة طيب البيت عليه الصلاة قال إذا كان الناس تعرفوا المساعدة لتعلم الأذان وأن يقوموا في الأول صف الأول ويجدوا لا يوجد طريقة أخرى لتعلمها بإمكانك 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 سبحان الله هذا يجب أن تظهركم أن الكثير من الناس لا يتعرفون المساعدة للصلاة التي أعطيت الله لتعلمها الآن نعلم هذا لا يعني أننا نذهب ونرسل ونقل مع المؤذن لكن هنا نقول إذا كان هناك مصلاة أو هناك مسجد وليس هناك مؤذن اضعها في رأيك سبقاً لتعلمها ويجب أن تذهب سعيداً ويجب أن تأخذ هذا المساعد بإمكانك بإمكانك أتعلمها أيضاً لتعلمها أولاً المساعدة أيضاً مجموعة المصدر صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال أن المسجد الأفضل من الأولى. ربما ترى بعض الناس ، سبحان الله ، أنا أرى بعضهم ، لكن بعضهم لا يجعلون هذا. يجعلون ذلك. يأتي أولاً إلى المسجد. قبل أي شخص. أحياناً في الجمعة. لكنه يساعد في الجمعة. وقد يساعد في هذه المقرأة حيث أن يكون هناك في الجمعة المسجد. حسناً؟ إنه يجب أن يساعد في الجمعة المسجد. بعض الناس، فهذا ما يُعجبون أن يكون هناك محاولة يجبون أن يذهب إلى الجمعة المسجد. سيأتي لجبن أن يذهب إلى الجمعة. ويجب أن يشعر أن يشعر سبحان الله طيب تقريبا للمشاهدين يجب أن يكون أفضل في الأخيرة هذا لأن المشاهدين لا يكونوا مرحبا للمشاهدين في هذه الطريقة عندما يكون في الأخيرة يجب أن يكون مرحبا للمشاهدين للمشاهدين يجب أن نتعرف هذا هو أحد المشاهدين المشاهدين فهي لا يملكون يتعرفون نفسهم يتعرفون نفسنا ربما ترى يتعرفون أن يتعرفون يتعرفون أن يتعرفون بعض الناس يتعرفون أن يتعرفون للمشاهدين هذا مهم جدًا ربما قال يتعرفون أن يتعرفون للمشاهدين 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 من تمام الصلاة هذا هو مهم جدًا هذا هو شيء في أخرى يتعرفون أن يتعرفون أو يتعرفون الله سبحان الله يخالق بين وجوهكم أو قلوبكم لذلك عندما يتعرفون للمشاهدين المسلمين يجب أن يتعرفون لتعرفون 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 لا يتعرفون صلى الله عليه الصلاة قال أن تتعرفون لا تتعرفون لتعرفون لتعرفون لأن الشيطان ستعرفون لتعرفون لتعرفون طيب كان لتعرفون بلتعرفون ويجعلون بلتعرفون إليه ما يتعرفون كيف يدعني ومسكة هذا لا يتعرفون أن الشيطان يجب أن يتعرفون بينهم مجلس بطريقة يتعرفون الذين يتعرفون بعض الناس تعرفون عندما يتعرفون يرى التعرف ما يفعلون يتعرفون ذلك طيب. لكن ماذا سيحدث عندما يذهب في سجود أو يتحدث؟ لا يمكن أن يكفر هذا المكان. لذلك سيكون هناك محطة. لكن طبعا هو أنه هناك محطة، لذلك يجب أن تسأل الناس منك أن يأتي محطة؟ محطة. أيضاً اتفاق يا أخي، بعض الناس يجب أن يتحدث في الناس من المقابلين. وعلى بعض الناس يجب أن يكون محطة. لأنهم لا يحبون أن يتحدث في الناس لذلك كلما يضعه في الناس، ما الذي يفعله؟ هل تحوله؟ نعم، كما يتحدث في الناس من المقابلين اتفاق وهذا، وكان يتحدث بعده؟ سبحان الله لذلك هذا الرجل يتحدث على صلاة، الذي يتحدث على هذا صفحان الله. لذلك يجب أن يكون هناك حاجة. لذا، يجب أن نعرفه، إذا كان ينظره في محطة يجب أن يكون هناك محطة، لذلك لا يهربه. أحاول أن يكون هناك، لكن لا تسعره. طيب نعم 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 يجب أن يكون من التحرير أو الأخير لا أدعو لا نعم سيعمل نعم 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 هذه الأمر هذا سيجب من التحرير يجب أيضا نعم ولكن عندما تضع الناس ، الناس مختلفة ، بعض الناس مختلفة ، بعض الناس ولكن الكثير من الناس الآن يفهمون بطريقة مختلفة أنا أيضًا أريد أن أعطي بعض الناس الذين يتبعون في المشارك هذه المشاركة أو الناس الذين لا يستطيع أن يتبعون عندما يتبعون لذلك يتبعون عندما يتبعون الإجابة ، فهم يتبعون على المشاركة هذا المشارك باباً على المشاركة ، يجب أن تكون في محل لماذا؟ لأن عندما يتبعون ، عندما يتبعون ، سعر كبيره ولكن إذا كان جاءً على الناس ، هذا يعني أنه يتبعون في الوقت الوقت الوضع سوف افضل الوضع الوضع لذلك لا يجب أن يجد شخص يدعون الوضع الوضع لذلك يجب أن يكون هناك نعم 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 هذا لا يرى أن الناس يجب ان ارتكبوا وسلم وعندما قلنا قلنا كما قلنا 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 قدمنا بشكل من نفس الناس تلك الناس يحتاجون العرب والعراء يحفن شفاف وحافية من المشاركة من المشاركة من المشاركة لا يكون لديه أي حالة من تجارب المشاركة على الأقل لذلك يجب أن يكون المسلمين على هذا المشارك نهاية تتحدث تسألتك نعم نعم طيب هل تعرض مرحباً؟ طيب انت تقوم المسجد ثم تبدأ تحييت المسجد سيد الله أكبر ربما ثم عندما تتعرض تحييت المسجد أو السنة الراتبة ماذا يجب أن تفعله؟ طيب هناك مرحلة مرحلة عن هذا واحد مرحلة قال كما تبدأ صلاة ثم يجب أن تفعله صلاة لأن الله عز وجل قال وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ لا تُنُلِفَي أَعْمَالَكُمْ أو أَعْمَالَكُمْ هذه هي الآية أخرى قال لأن العز وجل لديهم دليل لأن الحديث قال إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة عندما يبدأ صلاة يبدأ ثم لا يوجد صلاة أخرى يجب أن تفعله المكتوبة كيف يمكننا تفعله يجب أن تفعله بين الحديث عندما يبدأ ثم لا يجب أن تفعله أخرى أخرى من المكتوبة وأنا أقول لا تُنُلِفَي من المكتوبة الشيخ بن عثمين يجب أن تفعله يجب أن تفعله هذا يجب أن تفعله إذا لم تفعله ركوة ثم لا تفعله ركعة يقول الله أكبر ثم الصلاة يقام يجب أن تفعله من المكتوبة من هذا المسجد أنهم يجب أن تفعله لأنهم يجب أن تفعله صلاة ونحن لا تفعله ثم فقط تفعله من المكتوبة ونحن في المكتوبة لكن إذا كنت تفعله يجب أن تفعله ثم يجب أن تفعله ثم يجب أن تفعله ثم يجب أن تفعله لكنك تفعله صلاة لذلك يمكن أن تفعله هذا المسجد المسجد أو الحالة في هذا المدد جدًا إذا كان يبدأ يبدأ ونحن في المكتوبة ونحن في المكتوبة ونحن تفعله يجب أن يقول سلام عندما يقوم أو يجب أن تفعله أو يجب أن تفعله الصلاة لا يجب أن تفعله سلام ستجد هناك أشخاص يقول يجب أن يقول السلام عليكم أو يجب أن تفعله لكن يجب أن تفعله الصلاة لا يجب أن يقول السلام لماذا؟ لأن هذا لا يوجد أن تفعله صلاة 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 ونحن تفعله ونحن تفعله ونحن تفعله ونحن تفعله لذلك لا يجب أن تفعله السلام بزاكم الله خير بارك الله بكم بزاكم الله خير ربي حليم على صبرك علينا لأنه سأشعر لا يجب أن تفعله رمضان ونحن تفعله المفضل أجل ونحن تفعله بعد الهدواء. لا يكون في رمضان. لا يكون في جدة ومدرسة في رمضان. لكن شباب رمضان سيزورينا في ثانية أجهزة. لكن إلا تحت لديك أيضاً او أي شيء. يمكنك إحسابيي معي بطريقتي. لكن لا يمكنك عنصير right away maybe one or two days takes but whenever I see it إن شاء الله I'll submit to you بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله